بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم 18 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 30 نيسان 2024 الموافقة على ما يأتي أولا تخويل وزارة النقل صلاحية التعاقد مع شركة أوليفر وايمن لتقديم الخدمات الاستشارية لمشروع طريق العراق للتنمية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها ثانيا استثناء المشروع من متطلبات وشروط الإدراج في حالة إدراجه مشروعا استثماريا ثالثا تتحمل الشركة المستثمرة إعادة أجور العقد الاستشار كافة التي ستدفع من وزارة النقل رابعا تخويل مدير عام الشركة العامة لسكك حديد العراق صلاحية توقيع العقد التوجيه بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاتحادات الوطنية رقم 24 لسنة 2021 وإرساله إلى مجلس الدولة لتدقيقه أصوليا خلال مدة شهرين كحد أقصى الموافقة على ما مثبت في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء في 3 نيسان 2024 بشأن التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للمصرف العراقي للتجارة لغرض تدقيق حسابات المصرف حيث يتعامل المصرف مع شبكة من المصارف العالمية الرصينة قيام البلدية ذات العلاقة وبموافقة الوزير المختص تخصيص قطعة الأرض المرقمة 1251 على 28 التاجيات المملوكة إلى أمانة بغداد وتخصيصها إلى الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة لغرض إقامة مشروع مستشفى للأمراض السرطانية ومركز تخصصي للتوحد استنادا إلى أحكام المادة 60 على 4 من قانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية 24 ألف وثمانية بحسب الآتي شطب المبالغ المالية التي بذمة موظفي محافظة ميسان البالغة 425 مليون 191 ألف وخمسمية وثمانية وأربعين ديناراً وعدهم مستفيدين متسلمين قطع الأراضي على وفق الضوابط والتعليمات النافذة استنادا إلى أحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 المعدل على أن تقوم وزارة المالية بتخصيص مبلغ الشطب وتزديده للجهة صاحبة الأرض ونظراً للحاجة الماسة لتخصيص قطع الأراضي لغرض القضاء على الدوام الثنائي والثلاثي ضمن قاطع مدينة الصدر الأولى التي تعاني من الاكتظاب السكاني وافق المجلس على ما يليه أولاً تخصيص مساحة ثلاث دونمات من قطعة الأرض المرقمة 67162 على أربعة ليتسنى بناء ثلاث مدارس سعة 18 صفاً وأربعة وعشرين صفاً وروضة أطفال ضمن أعمال مشروع الوزارة رقم واحد ثانياً تخويل وزير التربية صلاحية حذف المواقع التي لم تباشر بها الشركات والمواقع التي يتعذر استكمال أعمال البناء فيها ومن ثم إضافة تلك القطعة بموجب أوامر غيار لأغراض البناء للشركات التي تملك معامل بناء جاهز وذات نسب إنجاز متقدمة ضمن جدول تقدم العمل وستكون المفاضلة سعرية وحسب مدة الإنجاز الموافقة على إقرار محظر اجتماع العقار المرقم 20264 على 411 مزرعة حمدي بحسب الآتي أولاً الاستمرار على تخصيص العقار المرقم 20264 على 411 مزرعة حمدي إلى وزارة الشباب والرياضة الذي تعود ملكيته إلى وزارة المالية على وفق الأمر التشريعي رقم 6 لسنة 2004 مع تولي الطرفين وزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة السير بإجراءات إلغاء الدعاوى القضائية كافة المقام بينهما في المحاكم ثانياً تنسيق هيئة استثمار بغداد مع دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية للسير بإجراءات استبدال الإجازة الاستثمارية للغرض ذاته استثناءً من إجراءات إعلان الفرصة الاستثمارية على أن يراعى ترشيح قطعة الأرض البديلة من وزارة المالية دائرة عقارات الدولة ثالثاً إلزام وزارة الشباب والرياضة تنفيذ مشروعاتها على العقار موضوع البحث لأغراضها ونشاطاتها حصراً على وفق القوانين النافذة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أربعة تنسيق وزارة الشباب والرياضة بينها ودائرة عقارات الدولة لإيجاد الحلول الملائمة للأرض المجغولة من وزارة الداخلية وهيئة الحجد الشعبي ضمن حدود العقار المذكور آنفاً إقراروا توصية المجلس الوزاري للطاقة أربعة وعشرين ألف وثلاثين لسنة ألفين واربعة وعشرين بحسب الآتي إحالة المناقصة المرقمة أم أو دي ألفين واربعة وعشرين لتشغيل محطات الديزل وصيانتها الخاصة لمحطات شمال الديوانية وشرق الديوانية وشرق كربلاء المقدسة وشمال الإعمارة بعهدة شركة داسوف بتروليوم سيرفز بسعر 13.5 دولار للميجاواط على الساعة وبأسلوب تيك أند بي وبفترة خمس سنوات بحسب قرار اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء اقرار الآلية المحدثة لعام ألفين وثلاثة وعشرين ثانيا تعديل الفقر اثنيا من قرار مجلس الوزراء ثلاثة وعشرين ألف ومية وتسعة وستين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بحسب الآتي إلزام الحكومات المحلية بوضع خطة خمسية أو ثلاث سنوات بعد التنسيق بينها والوزارات المعنية الخاصة برسم السياسات العمرانية بما يتلاءم مع المبالغ المخصص سنويا على أن تقر هذه الخطة من مجلس المحافظة وتوجه الإنفاقات لقطاعات الصحة والتربية والبلديات والبيئة وللوحدة الإدارية التي يقع فيها الحقل النفطي إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة أربعة وعشرين ألف واربعة وثلاثين لسنة ألفين واربعة وعشرين بحسب الآتي أولاً المضي في توقيع عقد حقل المنصورية الغازي بين وزارة النفط شركة نفط الوسط وإتلاف شركة جيرة الصينية وشركة بترو عراق بالأحرف الأولى ثانياً الموافقة على ما يأتي أليف توفير الحصة المالية لشركة نفط الوسط البالغة واحد وخمسين بالمئة من المشروع والبالغة خمسمية وستة مليون دولار للسنوات الثلاث الأولى من عمر المشروع وتسجل الحصة بالحساب المصرفي لشركة نفط الوسط لأغراض هذا المشروع خصوصاً وبواقع ثلاثة وسبعين مليون دولار للسنة الأولى مئة وسبعة وثمانين مليون دولار للسنة الثانية مئتين وستة وأربعين مليون دولار للسنة الثالثة باء تكون الحصة ملكاً إلى وزارة المالية وتخول وزارة النفط شركة نفط الوسط بإدارتها على وفق عقد يوقع بين الطرفين للقيام بمهمة تشغيل الحصة وإدارتها على وفق القوانين والتشريعات النافذة جيم إدراج المشروع كمكون في ضمن جولات التراخيص لتزديد المستحقات بالنفط الخام أو المكثفات بحسب العقد على غرار عقود جولات التراخيص دال المضي بإجراءات التوقيع النهائي على وفق السياقات المعتمدة في وزارة النفط وضمن جهود الحكومة في معالجة الأسباب المتعلقة بالمشاريع المتلكئة منذ سنوات وافق مجلس الوزراء على ما يأتي أولاً زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع إنشاء كلية التربية الجامعة المستنصرية في سبع أبكار ثانياً أليف زيادة مقدار الاحتياط لمشروع طريق الحج البري المرحلة الأولى خمسين كيلومتر لتنفيذ تعويضات عن الأعمال غير المنجزة عن فرق سعر صرف الدينار مقابل الدولار باء زيادة مقدار الاحتياط لمشروع طريق الحج البري المرحلة الثانية خمسين كيلومتر لتنفيذ أمر غيار رقم ثلاثة جيم زيادة الكلفة الكلية للمشروع ثالثاً أليف زيادة مبلغ الاحتياط ومبلغ عقد الاستشاري المثبتة ضمن عقود مشروع مصفى كربلاء باء زيادة الكلفة الكلية لمشروع مصفى كربلاء استناداً إلى الضوابط والصلاحيات النافذة على أن يسترد هذا المبلغ من الإيرادات المالية المتحققة للمصفى لكون الشركة المستفيدة شركة عامة تمويل ذاتي وتخضع للتعليمات رقم أربعة لسنة 1999 جيم توجيه وزارة النفط باتخاذ الإجراءات كافة لتحويل المشروع بعهدة الجهة الحكومية المستفيدة المشغلة للمشروع شركة مصافي الوسط لتجنب الطلبات المستقبلية على توقيع ملاحق عقود لغرض التشغيل والصيانة والاستشارات دون تحيئة الكادر المتخصص والمعنى بإدارة وتشغيل المشروع من الجهة الحكومية المستفيدة من مخرجات المشروع رابعاً أليف زيادة مقدار الاحتياط لمشروع إنشاء طريق دور يوصفية المرحلتان الأولى والثانية تقاطع جنوب بغداد باء زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء طريق دور يوصفية للمرور السريع بطول 14 كيلومتر خامساً زيادة الكلفة الكلية لمشروع قبة مبنى السراي في العاصمة بغداد شكراً